دكتورة هالة أبو عالم سهل خير الإعلامية الكبيرة لدكتورة هالة أبو عالم أهلا بحضرتك أهلا بيكي يا أستاذ محمد بجي حضرتك أهلا بيكي وسعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا في الحوار وبتشريف سيادة اللواء أحمد ناصر معنا النهاردة في الأهلي وحاور مش فيه أنا اللي لي الشرف والله ما الذي يميز اللواء أحمد ناصر الرجل العسكري والزوج على مستوى الحياة الاجتماعية والصديق وفي نفس الوقت الكدر الرياضي والإعلامي إيه ده يعني بخبراتك بعد إن شاء الله حديكة تقدر يتوجيز لنا أهم العنوين الرئيسية اللي بتميز الشخصية في كل مجالات عملها وفتجهاتها المختلفة طيب أنا حتى تجي معاك بالجانب المهلي الرياضي يعني الحقيقة عشان إحنا كنا بنشتغل في التليفزيون وكنا زملاء مع بعض وثلاثة بشيء تغلق شغله الحقيقة كان رائع وكون هو بيوجد لغة أجنبية بتلاقة كانت بتجيله مهيزة عن يعني كثير من الجملة إنه هو كان بيقدر يصالع على الرياضات العالمية والدولية ويقدر كان يترجم كنت بستمتع أنا بقى بستمتع بغض النظر عن إني مرتبطة بي أو لا أبس كمشاهدة بستمتع بتعليقاته على البرامج الرياضية اللي كان يعلق فيها على الأحداث العالمية أو الدولية بستمتع بيها جدا حقيقة وكمان هو بيوجد جدا التعليق على مبارياته بروسية لأنه هو كان ثالث فبرضه بيستمتع بالمسألة دي وأتذكر المنسات بالروح الكبير الأستاذ أنيث مصور أشد بتعليقات أو بتعليق أثمد على مبارياته بروسية في عموده الكبير في جريبة الأهرام فهو داود يذكر قويس 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 وهذا شيء أنا تعلمته منه في مجال الإعلام أن الواحد قبل ما يكون بصدد عمل إعلامي أنه هو يذكر ويحضر له قويس قويس الحقيقة استفادت من كبرته لأنه كان بره اشتغل في أمريكا حوالي سنة في الإعلام الأمريكي استفاد برضو وانفتح على الإعلام الخارجي في فترة كانت المسألة دي مش متاحة زي دلوقتي كانت المسألة دي صعبة وعلى دقيق جزاً يعني حديك بتقولي أنه من الشخصيات اللي كانت في مجال الإعلام المصري في فترة من الفترات اللي كان لهم السبق فيه هذا الحجم من الاطلاع والمتابعة الدولية والعالمية بالضبط يعني كانت عنده ثقافة واسعة الحقيقة حتى كمان بحكم جداً بنصق الأسماء عندنا في نشط الأخبار مثلاً ما أجي أقدم الأخبار الرياضية وكده كده تاني ما أنا حب أتسأله النصق الصحيح للأسماء الأجنبية أو اللعبات وكده دي كلها حاجات الحقيقة النهاردة عرفنا إنسة يا أستاذ محمد يعني عارف النهاردة عرفنا إنسة مقدم البرامج أولي هي اللي بسبقة النصق عنده سليم ونصق اللاتيني عنده سليم دي أصبحنا ما بنصقهاش كثير دلوقتي زمان كانت متوفرة في ناس كثير لإنها كانت من ضمن ظروط الظهور على الشخص شوفي حضرتك كنا كلنا بنستمتع بتعليق على مباراة وبطولات التنس العالمية من الرحل الكبير المرحوم عادي الشريف عشان البرونسيشن الصحيح النطق الصحيح متابعته للأسماء وللبطولات وللأبطال كل شيء كان بيمثل متعة تضاف لمتعة المباراة نفسها بالضبط كده بالضبط كده فده يعني كإعلاني بيتميز الخبرة الواسعة والاطلاع على العالم الخارجي والمباريات الخارجية واللعيبة الدوليين وهو سجل مع لعيبة دوليين كثير كنت بستفيد برضو من النقطة جيدة ده من ناحية الحقيقة ناحية العسكرية كمان كانت بستجني جدا لو في مصطلح أستري أو في أي حاجة ناحية دي ممكن يستجني إن أنا أسأله فيها فبرضو يقدر يستجني الحقيقة عنده الناحية الإعلامية عنده خبرة في إدارة المؤسسات الإعلامية ففي الناحية دي برضو يقدر يسيدك وتقدر تاخد رأيه وعنده وجهة نظر الحقيقة يعني طائبة في كثير من الأحيان هل اللي هو أحمد ناصر كان قادر يدعم الدكتورة هل أبو عالم كزوج يدعم زوجته الناجحة أيضا المنشغلة بالكثير من العمل العام ومن الأعمال السياسية والإعلامية اللي بتتطلب مجهوده وقت كبير وإزاي كان قادر يحقق التوازن ده بين متطلبات البيت والأسرة كزوج متطلب بطبيعة الحال لحجم ارتباطاته وانشغاله ونجاحاته وإنه في نفس الوقت متزوج من سيدة لها باع من الخبرات والنجاحات في العمل العام أيضا إزاي قادر يحقق البالانس في الاتجاهين دول يمكن نتيجة برضو الجزء اللي أنا شرحته ليس من سوية حتة إنه هو منسكح وعاش برا وستافي إزاي برضو الأسر برا منسكحة إزاي إنه هي بتتاعد بعضها في وقت يمكن برضو الموضوع ده ما كانت متاح قوي بصورة واسعة زي دلوقتي فالحقيقة كان متفاهم لطبيعة عملي كان أنا كان كثير قوي بتجديلي سفريات طوارق وفجأة من غير تحديد لها كان بيتفاهم ويقدر الظروف وبيقدر إنه هو يراعي بلتنا في الوقت اللي أنا متموجودة فيه في نفس الوقت برضو لما هو كان بيبعان بسفريات كثير برا أنا بقوم برضو بدور هنا فالحقيقة قدرنا إنه إحنا ندعم بعض نتيجة إنه إحنا قريبين من المجال هنفهمين المجال بتاع بعضنا إحنا سعادت جداً بمشاركة حضرتك معنا وبشكرك جداً على المشاركة معنا في هذا الحوار الإعلامية البارزة الدكتورة هالابو علم شكراً جزيلاً لحضرتك